اهلا بكم في سوتاكواس الفقرة الجمهور اللي تقدروا تشاركونا فيها من خلال الارقام ووسائل التواصل اللي بتظهر على الشاشة وسائل الساعات او احيانا بيجيني رسائل وبعرضها لما بتيجي على الصفحة او بتيجي بشكل خاص زي رسائل او دي وسائل التواصل اللي بيننا وبن بعض سريعا عشان عندنا لقاء مع الرئيس التونسي الاسبق المنصف المرزوقي خلينا اخد رسالتين بشكل سريع في البداية جات لنا شكوى بخصوص كارتة عربيات النقلة على الطرق اللي مش متسعرة وبيسألك انت معاك محمل ايه في العربية وعلى اساس ده يعمل لك فاتورة خلينا نقرأ الرسالة دي من يوسف طبعا الاسماء بنغطيها يعني اسماء اصحاب الرسالات الرسال يعني قصدي بنغيرها لانه انتو عارفين ده بلد او بلد صعبة جدا الاسم اللي اخترناه يوسف من المنوفية السلام عليكم استاذ محمد ناصر دي كارثة بسيطة النقل بيدفع ارقام كبيرة في الكارتة من اول الف الى عشرين الى خمسة وعشرين الف جنيه تخيل انه بيسألك انت محمل ايه وحسب بقى نقلتك يعني مواسير بلاستيك الصرف الكبيرة بيأسهب القطر وده بيدفع خمسة القطر وده يدفع عشر القطر وده يدفع خمستاشر وكل حاجة لها سعر عندهم تسعير للحريد والاسمنت والبلاستيك والمواد الغذائية مش مخليين حاجة المفروض في البلاد المحترمة الكارتة اللي انا عرفها الملاكي كارتة والنقل كارتة بس هي محددة يعني لكن هنا الكارتة عالكيف ربنا يسطرها وينجينا منهم يارم بعت لنا يوسف صورة الكارتة بتاعة عربية النقل اعرض الصورة الصورة هنا عايزة هنا الله يخليه كبشير ايوه اهي الكارتة اهي الكارتة الشركة الوطنية لحظة واحدة بس الشركة الوطنية للطرق طريق الاسماعيلية منفذ الكيلو عستين موازين عشرين اتنين وعشرين اسم السائق مكان التفريغ اهو رسم المرور الميزان الف الاجمالي الف قائد المنفذ عبد المنع محمد حسين ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله الف جنيه في نقلة وطبعا انا بس عايزة اقول لك على حاجة عبال معود بس والكرسي ما يجريش تبقى فضيحة عايزة اقول لك على حاجة ان مين بيدفع الكارتة دي انت هتقول لي اونا ما اليوم المواسير بلاستيك لا ما هو النقل بينقل كل حاجة بقى بينقل مواسير بلاستيك حديد اسمنت زرنبيح يعني الكارتة الف وحسب على الكيف اوكي مين بيدفعها انا اقول لك سلسلتها بقى السواء بيحملها على صاحب النقلة صاحب النقلة بيحملها على التاجر بتاع الجملة التاجر بتاع الجملة بيحملها على التاجر بتاع التجزئة التاجر بتاع التجزئة بيحملها عليك انت فانت ما تقعدش كده مستقانيا ستقول انا مالي لعندي عربية ناقل ولا أجاب أسمنت ولا حديد ولا زرط ولا أخدار ولا بهايم ولا أي حال أنا راجل مليش علاقة ده اللي انت قلته في 36 فضلت لحد ما لبست وعيشنا من 36 حذرك والله هتلبسه والله هتلبسه هديك لبستها الكارتة دي زي بقولك كده بياخدها تفعل سواء الناق حملها على التاجر التاجر يحملها على تاجر الجملة تاجر الجملة يحملها على تاجر التجزاء تاجر التجزاء يحمل عليك كده الراجل بقى فيديو بيوضح أكتر مركز الدفع والإجراءات بتكون إزاي شوف الفيديو ده كلام آه أقولك أنا أشد منها يوسف أنا عملت لايف على قناتي قبل ما أطلع الهوى ده عن الجام ده بقى روح شوفوا على القناة بتاعتي إن الطرق دي بعضها اشتريته الإمارات وعرضت على قناتي على اليوتيوب وصل مكتوب علي الإمارات عربية ناقل بتحمل من 6 أكتوبر وهتفضي في 6 أكتوبر القاهرة هتفضي في القاهرة دافع 110 جنيه لشركة الإمارات واحد دي جديدة بقى يعني الإمارات إيه دخلها بالموضوع؟ وإيه شركة الإمارات؟ ومن إمتى؟ ومن اللي بعلها؟ من اللي أجر لها الطرق بتاع مصر؟ بتاع القاهرة؟ فالمواطن مصري بقى نهيبة على أي حال جات لنا رسالة والله اضحك؟ عارف الخوف واحدة مخاف من خياله؟ أهو ده اللي صاحب الرسالة بيقوله سميناه داود أستاذ محمد الفيديوهين دول لنفس المكان الفرق الفرق أني اللي فيه الرصيف فاضي دا دا وقت ماتش الأهلي والزمالك في أكتوبر اللي فات مش كده؟ في أكتوبر اللي فات والزحمة دي في يوم عادي خالص الأمن مشت الشارع قبل الماتش وباختصار منظر كل مصر دلوقتي للعلم ماتش الأهلي والزمالك كان في أستاذ هزاع بن زايد في إمارة العين تقريبا في الإمارات في الإمارات هو بعت لنا فيديو إزاي الأمن مشت الشارع اللي هو الشارع في الأوقات العادية زحمة في ساعة الماتش يعني مسحوا الناس طب ورينا بقى الفيديو الفاضي الأول نشوف كده في فيديو رصيف مقابل للأهاوي وقت ماتش الأهلي والزمالك خلاص؟ دا الفيديو وقت ماتش الأهلي والزمالك نخش بقى على الفيديو ما فيش ماتش الأهلي والزمالك نشوف؟ يعني نفس الرصيف نفس الصور في يوم ماتش الأهلي والزمالك ممسوح ما فيش أحد تعالي بيقول لي يمكن كان بالليل عشان الليل زحمة طب يعني ما فيش كرسي يعني في الفيديو الأولاني ما فيش كرسي موجود يعني أهو ما فيش كرسي موجود كرسي واحد لله في التاني بقى هاتي التاني جنبه كده أهو معقولة نفس الصور أو نفس الحصانة أهو هتلاقيه في الإضاءة الصفرة نفس الصور بص نفس الصور بالزبط مسح الأمن مسح بص بص نفس الرسمية العرحيل الأمن مسح المنطقة عشان بس منطقة مقاهي وبعدين وبعدين يطلع تجزيبي يقولك أنه لا ما حصلش أن احنا قفلنا أهو يا كدبين إغلاق المقاهي في مصر قبل زمالك الحكومة توضح هات بقى الحكومة وضحت قالت إيه تداول مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إغلاق المقاهي في مصر قبل مقرات كاس سوبر نفى مصدر بوزارة التنمية المحلية في مصر الشائعات التي يتم تداولها حول غلق المقاهي وقت إزاعة المباراة وأضاف أن جميع المقاهي تعمل وقت إزاعة المباراة ولن يتم إغلاق مقهى تخيل لا متخيل الكذبين يعني حتى لا يخجلوا ما فيش خجل آخر رسالة لأس آرها من اسكندرية معنا شاكوا بخصوص الإهمال الطبي والفساد الإداري في المستشفات وبالتحديد في مستشفى جليم في اسكندرية نقرأ الرسالة سامر السلام عليكم أستاذ محمد ناصر يريد تعرض شكوتي لأنها هامة وخطيرة جدا وتمس الآلاف الموضوع بخصوص مستشفى جليم بالاسكندرية في ظهر الإزاعة إزاعة اسكندرية هقول له حضرتك جزء بسيط من اللي بيحصل في المستشفى أول حاجة موضوع العناية أي حد داخل المستشفى حتى لو هيئيس الضغط هيوهموه خلي بالكوا ياهل اسكندرية يا غالين علي ياهل اسكندرية محمد أنديل أي حد هو بيقول كده هيخش مستشفى جليم في اسكندرية اللي بظهر الإزاعة لو داخل يئيس ضغط حتى ضغط يوهمونه تعبان ويدخلوا العناية ويحتجز المستشفى كلها تقريبا شغالة على العناية بس وما بيطلعش المريض غير لما يكون فلس خالص الرسالة قدامك هي اقرأ أنا مش هكي بحاجة من عندي ولا أعرف مستشفى جليم دي فين أصلا غير لما يكون فلس تاني حاجة حصل حريق في المستشفى من حوالي 40 يوم قالوا بسبب ماس كهربائي واتحرقت العمليات اللي فوق واللي تحت جروا بيوضبوا الدنيا بفرشة بفرشة بلاستيك واشتغلوا تاني يوم عادي جدا بفرشة بلاستيك واشتغلوا تاني يوم ازاي العلاج الحر يقبل بده وافق عليه وانا بعيدت لك فيديو واحنا بنعاين المغزن بعد الحريق طب دي تاني حاجة تالت حاجة مصيبة كان في حالة تركية اسمه كوركوماز كوركوماز دخل حالة حريق والمستشفى غير مؤهلة لاي حروق ولا غيرها المفروض ان حالة الحروق لها عزل خاص وادوية ومراهم وتعقيم عالي الجودة والدقة لم يتوفر اي شيء مما سبق وقبلوا عشان الفلوس وحصلوا فشل كولوي وجسمه كله تلوس وكانت كل الدكاتر اللي بتيجي ترفض بسبب خطورة الحالة ويقولوا دي حالة تدخن السجن الدكاتر يعني واوقعت الكلمة تاني كانوا مرضيين المترجم وكان بيترجم غلط للقنصلية وسافر كوركوماز لبلده تركيا يكمل علاج ومات هناك بسبب طمع مستشفى جليم هبعث لك اخيرا صورة مدير المستشفى وهو بيشرف على نقل السراير من المغزن اللي طفحة فيه المجاري عشان العلاج الحر لما جي المستشفى طيب الاول هو قال هبعث لك الفيديو بتاع المغزن بتاع جليم ووضع فيه صرف الصحي نشوف كده يا اخ سامر هات الفيديو كده بتاع العلاج ده الفيديو اللي بعته صاحب الرسالة لمغزن المستشفى بتاع جليم وبقرر تاني اللي فيه ضهر آآ آآ الازاعة بتاع تسكندرية وده المغزن بتاع المستشفى طيب هو قال آآ خلينا نشوف سراير مغزن المستشفى جليم اللي هو قال عليها كده صور السراير المغزن نشوف كده اهو دي السراير بس انت يا سامر قلتها تبعث صورة صورة وصورة موديل المستشفى وبشرف على نقل السراير من المغزن اللي طافح فيه المجالي فين صورة موديل المستشفى دي صورة السراير اهي هو بيقول دي صورة السراير حضرات السادة سكان اسكندرية تبقى والعلم عند الله وعلى عهدة ما مش كل مش هو يقول لك ايه في اليربيس عشان ايه بتدايق يعني على عهدة الصحب الرسالة اللي يروح مستشفى جليم ياخد باله لانه وتعامله مع الحاجات دي بجدية ما انت ما تهذرش فيها وتخش تهذر وتقول ده كلام يا عمي ده حد دخل وهب تتلدع تخرج تكلم نفسك وتنظم مشارات مرورة وتتجنن على ايه يا بد الناس يعني ما تروحش من اساسه اه الى كل قاطني الاسكندرية عروس البحر قبل وسط الى ابناء الاسكندر الاكبر خلي بالكم من مستشفى جليم اه 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 دي على مسؤوليته هو هو الراجل مش هيجذب سامر يا علي بيقولها بعتلك صورة مدير مستشفى وهو بيشرب بنفسه على نقل السرير من المغزن اللي طافح فيه المجاري عشان العلاج لما يجي العلاج الحر يفاتش عليه وعلى مسؤوليته قال لنا ان دي اهو ده مدير مستشفى وبيشرب بنفسه عن نقل السرير على مسؤوليته الشخصية على مسؤولية المدعي سامر ان ده حطها يا صالح حطها يا شريف يا بشير ان ده الشخص اللي في الصورة ده هو مدير مستشفى جليم وهو يشرف على نقل البتاع ده نقل السرير عشان بتقع العلاج الحر لما يجي وفاتشه لان المخزن كانت طافحة بالمجاري لكن هو بيقول ان في واحد اسمه كور كوماز ده تركي لما دخل المستشفى دخل في حالة حريق كان حصل حريق وهو اصيب في الحريق ده فدخل المستشفى جليم قيل ليه انها بداية منطقة باكوس في ظاهر الازع وانه راجل هما ما عندهمش اي حاجة للحريق لان الحريق بيحتاج زي ما هو بيقول كده المفروض ان حالة الحروق لها عزل خاص ومراهم وادوية وتعقيم عالي الجودة والمستشفى ما فيهش جابوه عشان يطلعوا منه قرشين يقلبوه المهم جاله فشل كالوي المترجم اللي جايبها القنصلية التركية في اسكندرية بقى يترجم غلط الراجل خرج من المستشفى راح يتعالج في بلده مات وبيقول ان اي حد داخل بيشتيك من اي حاجة في مسشفى جليم هيخدوه على العناية المركزة وهناك هيفلسوه دي على مسؤولية صاحب الرسالة والصور على مسؤولية صاحب الرسالة والفيديو على مسؤولية صاحب الرسالة نطلع بعد نشوف تري موسيقى موسيقى موسيقى